نروح بقى مع حضراتكم على مقر موقع يلا كورا مع زميلتنا العزيزة روزان نصر اللي حنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في كافة الصحف والمواقع والجديد بذكر أنه حيكون لها لقاء مع الأستاذ أيمان جلبرت ومدير تحرير موقع يلا كورا صباح الفل عليك وصباح الفل على ضيفك العزيز وتفضلي صباح الخير يا كريم صباح الخير يا نهوان صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان نروح لعنوين أخبارنا اليومية وهنبدأ بخبر من الصفحة الرسمية للنادي الأهلي واللي حطت صورة لحسين الشحاب وكتبت عليها نصر شهر يوليو من موقع اليوم السابع منتخب مصر يبدأ معسكره بالإسكندرية 28 أغسطس استعدادا لمبارتين أنجولا والجابون من جريدة الشرق الأوسط أولمبياد توكيو يختتم منافساته وحصيلة العرب 18 ميداليا متنوع ومن جريدة رياضية توكيو 2020 ديجوفاتش يخرج بشكل درامي وأسطورة الجنباز تنهار هيكلمنا طبعا في تفاصيل كل الأخبار دي مدير التحرير بموقع يلا كورا أيمن جلبرتو برحب بيك على شاشة قناة الأهلي في البداية خليني أبدأ معاك بصورة حسين الشحات اللي كانت على الصفحة الرسمية عايزة أعرف تقييمك لحسين الشحات الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي طبعا أهلا بيكم قناة النادي الأهلي وصباح الخير لكريم ونهواند طبعا حسين الشحات المباريات الأخيرة بيقدم مستوى مميز جدا في تطور في مستوى يعني الجماهير بدأت تشعر أن ده حسين الشحات اللي كان بيقدم مستوى كبيرة في العين الإماراتي وحتى وقت مصر المقصة تطور حسين الشحات أو أن هو يستعيد جزء كبير من مستوى ده بيفيده بيفيد النادي الأهلي بشكل كبير في المباريات اللي جاي حسين الشحات كان في شهر يوليو شفناه بيسجل وأكتر من مناسبة وكمان بيصنع أكتر من هدف وبيساهم فيهم وده حاجة جميلة جدا لحسين الشحات حسين الشحات لسه عنده أفضل من كده وجمهور النادي الأهلي مستني من حسين الشحات ما هو أفضل وبنتمنى له التوفيق وبالفعل هو يستحق أنه يكون نصر شهر يوليو في النادي الأهلي إزاي هتستعد مصر لمرحلة جديدة بعد التأهل لأمم أفريقيا من خلال تصفيات كاس العين طبعا خلاص كابتن حسين البدري أفل صفحة أمم أفريقيا مصر تأهلت وبتستنى القرع اللي هي إن شاء الله هتكون يوم 17 أغسطس عشان نعرف مصر هتبقى فين في كاس الأمم الأفريقية المقبلة المجموعة بتاعتها طبعا تصفيات كاس العالم بشكلها اللي هو المختلف المجموعة هيتأهل المتصدر بعد أن نلعب مباراة زهاب وإياب عشان نعرف مين اللي هيتأهل لكاس العالم مرحلة جديدة يمكن أنجولا والجابون منتخبات من المفترض أن هم بعيدة عن مصر في كل حاجة يعني تصنيفيا حتى في المستوى منتخب مصر عنده قائمة كبيرة جدا لعيبة محترفة معك محمد صلاح غير لعبت الندي الأهلي لعبت ندي الزمالك يعني قائمة فيها نجوم كبار جدا من المفترض أن تكون المجموعة في المتناول إن شاء الله الاستعداد طبعا هيكون البداية بمعسكر للعبين المحليين أو المتواجدين في الدوري بعد كده التوقف طبعا الدولي رسميا هيكون يوم 30 يكون المحترفين موجودين وإن شاء الله ربنا يوفق منتخب مصر في مباراة أنجولا ومبعا كان مباراة الجابون يبقوا ست نقاط يسهلوا الأمور في التصفيات يعني إيه رأيك في المشاركة العربية والمصرية تحديدا في أولمبياد توكيو؟ طبعا نتكلم في توكيو كان فيه ميداليات عربية ويعني مشاركة مميزة جدا الحمد لله نقول إن مصر الختام كان مسك بالميدالية الزهبية لفريال أشرف الكاراتي وكان قابليها جيانا فاروق بطلة النادي الأهلي وكمان أحمد الجندي اللي عمل مفاجأة وقدر إن هو ياخد الميدالية الفضية في الخماسي الحديث وهي مش بس مفاجأة لأ ده حاجة تاريخية بالنسبة له كأول لعب أفريقي يجيب ميدالية في لعبة صعبة زي الخماسي ست ميداليات مصرية في المركز الثاني عربيا بعد طبعا قطر نهاي معها ميداليتين دهب غير إن تونس جابت دهب المغرب دهب في السعودية جابت ميدالية فضية يعني كانت مشاركة مميزة بنكلم تقريبا حوالي 18 ميدالية نتمنى بقى إن شاء الله إن الدول العربية بشكل عام ومصر طبعا بشكل خاص يبقى فيه تحضير أقوى وأبرز عشان خاطر أولمبياد باريس خلاص بنكلم في 3 سنين أو أقل كمان من 3 سنين عشان أولمبياد 20-24 في باريس ويكون فيه مزيد من الميداليات الزهب بقى إن شاء الله للعربي عايزة عرف رأيك بشكل عام في أداء ديجوفيتش يمكن ناس طبعا اللي بتحب التنس أو بتتابع التنس كله كانت فاجئة إن ديجوفيتش يعني ولا ميدالية في الأولمبياد قد يكون فيه يعني مستوى أو حاجة إجهادية أنا الأمانة من الناس اللي مش بتتابع التنس أوي يعني ولكن كانت هي مفاجأة بالطبع إن هو يخرج من غير أي ميدالية ونتمنى له التوفيق في القادم المنافسات لأنه من اللعيبة اللي في التنس المميزة وأصحاب أرقام وريكوردز ولعيب ممتعي الناس اللي بتتفرج على التنس أنا بتابع ردود الأفعال وهو من اللعيبة الممتعة يعني فبنتمنى له التوفيق بشكرك جدا أيمن جلبرتو مدير التحرير بموقع يلا كورا دي كانت كل الأخبار هنا من موقع يلا كورا بشكركم جدا وعودة للستوديو مرتان دي احنا المنشكور الجزير الشكر سبريتنا العزيزة روزان وطبعا تحياتنا مرة تانية دي ضيفك الأستاذ أيمن جلبرتو ولسا مكملين مع حضراتكم سلسلة أخبار من الصحفيين الرياضيين المتميزين حقيق سلسة أيمن جلبرتو جدا جدا